هذا الجسر هو أحد المشاريع الطرقية المتعثرة منه سنتين كانت الحكومة قد وضعت حجر الأساس له عام 2021 على أن تنتهي الأشغال فيه مع بداية عام 2022 لكن الشركة المكلفة بالأشغال أخلت بدفتر الالتزامات تسبب تعثر الأشغال في تكبيد هذه التاجرة خسائر كبيرة بسبب إغلاق المنطقة التي يشيد فيها الجسر مما أدى إلى تراكم ديون إيجار المحل عليها حامده مولا خسرت ياسر حامده مولا الدباشر كان يجين المرقماتي قد يجين بيال ماتت عندي البلد قرحته فيه سمعت ورجع لي الإيجار حامده مولا يضرقتي سنتين أهل السوق هون ما خلصوا لا يرقلوا لي لا يدروا في الكرن تعترف الحكومة الموريتانية بتأخر وطيرة تنفيذ المشاريع التنموية التي تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإنجازها ضمن برنامج الانتخاب ولذلك حددت الحكومة التي يترأسها المختار لنجاي أولوياتها ومن بينها تسريع وطيرة تنفيذ المشاريع المتعطلة لكن المعارضة ترى أن الحكومة فشلت في تحقيق ذلك بعد انقضاء تسعين يوما على تعيينها يمكن أن يقال أن الحكومة الموريتانية اليوم وبعد مرور مئة يوم وهي فرصة لتقييمها يمكن أن يقال أنها لم تنجح في أهم الاختبارات التي تلقتها مثلا على جانب التنموية الأخير وعلى مشكلة الأسعار ومشكلة التشغيل والهجرة سواء كانت هجرة الشباب الموريتانية للخارج لكن الحكومة ومؤيدها يرون أنها حققت إنجازات كبرى خلال التسعين يوم الماضية تمثلت بخفض أسعار المواد الأساسية ومضاعفة الرقابة على المشاريع التنموية قيد التنفيذ ومحاربة الفساد لإجراء تقييم موضوعي لأداء حكومة معي لزرل والمختار والرجاي بعد مئة يوم تقريبا على تسلمها لمهامها طبعا فضلا عن نمو المؤشرات الكلية والقطاعية مشارات الممو وفضلا عن تعزيز قدرات الأمنية للبلاد وفضلا عن تخفيف ذلك الفورق الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية وفضلا عن تحسين نمط الحكامة وتعزيز آليات الرقابة ومحاربة الفساد ثم عدة معايير نقدر نذكرونهم يعينوا على تقييم أداء هذه الحكومة نذكرونهم مثلا حجم وهمية المشاريع والإجراءات والبرامج التي تم إطلاقها خلال هذه الفترة الوجهزة مع انقضاء تسعين يوما على منح الثقة لحكومة الوزير الأول فإن هناك انقباعا سائدا لدى الرأي العام أن طريق الإصلاح يجب أن يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الفساد في بعض المشاريع التنموية المتعثرة وذلك وفقا لاعتراف الحكومة في عدة مناسبات أحمد بدي ميديان تيفي نوارك شوط ترجمة نانسي قنقر